لماذا لا يحمل التيار الصدري مسؤولية عدم قبوله بالشراكة مع الإطار التنسيقي؟ لا هم يحملون الكرد والسنة باعتبارهم أنهم ذهبوا مع التيار في انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه يعني هذا وصفهم يعني متناسين أنه نحن ليش أجرينا انتخابات؟ ليش سوينا انتخابات مبكرة؟ غير نحترم النتائج والمخرجات المختابات يعني إذا السنة والكرد راحوا ضمن مشروع سياسي معين ينبغي أن يعاقبوا على هذا الرأي على هذا الموقف السياسي؟ يعني للأسف هو بنظر البعض قبل أن نذهب معاقبين المكونين معاقبين قبل أن نذهب مع التيار معاقبين هذه الأربع سنوات الراحة على أقل تقدير أو خمس سنوات معاقبين فما بالك إذا اختلفنا معهم بالتحالفات فهذا ميجوز يعني أنه لو ألعب لو أخرب الملعب هذا ميجوز نحن يجب أن نحترم مخرجات انتخابات في ميش معاقب دقيقة سيد عيماد باجلان ليش تقول احنا معاقبين؟ شنو وجه العقابة اللي صار ضد الكرد نحن على سبيل المثال ضد الكرد من 2014 لحد الآن حصار اقتصادي حصار اقتصادي واضح على قليم كردستان مرة الأحزاب يقطعون الرواتب مرة الحكومات مرة يقطعون المخصصات مرة يقللون الموازنة يعني هاي بعد شنو ناهيك عن باقي المشاكل المتراكمة كل القوانين كل المواد اللي تتعلق بقليم كردستان جمدت بالكامل 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 يعني مو بس ما سنوا لها قوانين وإنما جمدوها بالتالي فهذه حرب لو محرب يعني هذه عقوبة لو معقوبة يعني شنو شريحة كاملة من قليم كردستان الموظفين قليم كردستان رواتبهم تصير ورقة سياسية ورقة ضغط مرة الحكومات تستخدمها مرة الأحزاب هذه أما عن البيت السني ما يتحدث يعني العقوبات اللي صار واللي دي يصير مدى أتحدث به يعني اللي جاي يصير الآن من وجهة نظرك يعني ضرب مقرات الأحزاب بمولوتوف وقنابل كذا هذه ضمن سياق العقوبة تضعها سيد عمال يعني هذه رسائل رسائل أنه نحن موجودين على الأرض ويعني سوف تكون النتائج لا تحمد عقباها أنه إذا ذهبتم مع التيار وأنه إذا ذهبتم للأغلبية الوطنية هذه رسائل واضحة يعني رسائل يعني أي شخص تسأله تقول لك هاي رسالة من المجموعة اللي رافضة لنتائج الانتخابات والعملية الديمقراطية اللي هي اللي هي كانت عرابة لقانون الانتخاب الجديد اللي اخترحت القانون واللي ساندت القانون واللي صوتوا على القانون ولكن كلب السحر على الساعة اللي هي اللي هي